بلغ السيل الزبا ولا قدرة للفلاح على زراعة أرضه بعد أن نكثت الحكومة المركزية بوعودها المتعلقة بصرف مستحقاتهم المالية ديالا وكربلا وبابل والديوانية وواسط خرج فلاحها للمطالبة بمستحقاتهم مهددين بغلق الصومعات ومراكز استلام الحبوب والمطاحن حال عدم استلام مبالغهم عندما يمللون العالم ما تزرع يستورد يجيبه ب 600 دولار أو ب 400 دولار يسجله ب 1200 دولار هذا الكون مش انمالته الفلاح ده ياخذ عاجل ومستحقات التاجر ما منطيها الفلاح عندنا مشكلة بالقضايا العزيزية صارت بالطلقات من ورا تزديد هامة راح تنصبه هنا وان شاء الله نعاود على شكه سائله نسده والمطاحن نفسه هم نسده الري نشوفه شلون يستورد وعدنا رئيس وزراء من الجهناء وقالوا نقرناها بالموازنة هسه لا موازنة ولا كلام رئيس الوزراء لا كده من الجهن يدبون حجوية مدير السائل قال الله عجل 15 يوم يستلمون مستحقاتهم ويتحدث فلاح واسط عن خططهم المستقبلية بالتسويق واللجوء إلى التجار بدل الحكومة المركزية والتي رفعت اليد تماما عن دعمهم بالبذوري والأسمدة والمكننة الزراعية لا بل حتى الأموال فيما يرى آخرون أن موسما زراعيا قادما ما زال يعد سرابا مبدين استغرابه من القوانين التي تقار من البرلمان ولا تأخذ من قبل وزارة المالية نحن ذا نبيحها ونبيحها على أسواق زوداء أحسن لنا لأنه نبيحها بيش ما تبيحها وأصرف لك أصرف ما تبيحها على الدولة لأن الدولة حاليا يعني الفلاح نهيته صراحة الفلاح انتهى لا من المكننة الزراعية ولا من المستحقات ولا من الأسمدة الكيميائية ولا من البذور الآن الفلاح إذا ما تنطلق مستحقاتها المالية اللي هي بذمة الدولة إذن بعد ماكو زراعة بدأ الفلاح يهاجر زيان إحنا بالنسبة إنا قانون وكل إحنا مستمعنا على مستوى الشعب العراقي إن هناك قانون قرر البرلمان مستحقات الفلاحين هي حالها حال الرواتب لكن لحد الآن إحنا بالنسبة إنا لا نرى أي نور من هذا القرار زيان إذا برلمان يجلس ويقر قانون وهذا القانون ما يمثل وزير واحد هو اللي وزير المالية لعد عليش البرلمان يمثل الشعب وجاي يحشى عن الشعب وجاي يمثل قانون الشعب والله العظيم على البرلمان أن بعد لا يعقد وعلى ما يبدو فأن سلة خبز العراق واسطة والتي ما تزال متصدرا المحافظات العراقية بإنتاج الحبوب بتسويق تجاوز المليون طن هذا العام لن تكون كذلك فأزمة المستحقات المتراكمة دفعت أغلب الفلاحين هجرة أراضيهم فيما يزال من تبقى يعاني مرارة شح المياه والديون المترتبة على زراعة أغلب الأراضي بالآجل من مدينة الكوت علي محمد قناة دجلاء اشتركوا في القناة